ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح أسيسي بخالص العزال الأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد ويؤكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في مصابهم الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتهم معا ننوه مجددا مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح أسيسي بخالص العزال الأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد وقال الرئيس أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائنا في مصابهم الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا اشتركوا في القناة